السلام عليكم و مرحبا بكم اتمنى ان شاء الله تكونوا كم ملاح وتكونوا في صحة جيدة اليوم سنفعل تحية رائعة قانج و شوكولات في ليفيرين نحن نخدمهم يعني يأتي واحد المندر كما ترى راقي جدا ماذا نحتاجه في الوصفة 200 غرام شوكولات بالحالب او اي نوع عندك تقضي تستعمله 5 غرام حليب كاس 10 تي انا كيلت بهذا الكاس نصف كاس يعني معمر شوية الماء يكون بارد و مغرف كبيرة كاكاو بالنسبة للشوكولات هادي احنا نستعملها للتزيين فقط عندنا هنا زوج كاسرونات الكاسرونان الولا درت فيها حوالي 100 غرام تاع شوكولات بلان زيت لها زوج مغرف كبار تاع زيت و حطيتها على حمام مائي وهنا نحط 5 مغرف تاع الحليب يكونوا كبار ونحط الشوكولات بالنسبة للشوكولات ونحط لكم 20 غرام يفضل يكون النوع اللي عندكم يكون نوع ممتاز قد ما تكون شوكولة مليحة قد ما تعطيكم نتيجة رائعة انا ما كاش عندي استعملتها ولكن مش كل يوم نستعمل هادي ويفضل انتم تقطعوها انا كنت مزلوبة حطيتها يعني عندي خبرة فيها ما نخافش تفسدلي انتي لاخفتي تفسدلك معلك غير تقسمها بجديك العملية سهلة اول حاجة نحط كستع شانتي كما راكو تشوفوا ونحط مغرفة كبيرة تاع كاكاو هاد المغرفة الكبيرة تاع الكاكاو راح تقتلنا هادك الحلاوة تاع الشوكولات وتاعها شانتيه بشتاطينا يعني ذوق متوازن مايجيش حلو بزاف نخلط جميع المكونات معا بعد حطينا الماء والكاكاو يعني حتي دوبنا هادك الكاكاو وهادو كل حبيبات يروحوا من بعد نضيف هادك الكاس تاع الشانتيه هنا تقدو تديرو كاس الا ربع تعلمة يعني انا درت نص كاس وشوية تعلمة نخلطهم بالخلاط الكهربائي حاولي زوج تقايقو لا ثلاثة يعني حتى نشوف الشانتيه طلعت اشتركوا في القناة هذا هو الشكل اللي تحسن عليه هذا القاوام كما كنت شوفوا اهنا ينحطها في اللا يعني في التلاجه وهذا هو الشكل تاع الشوكولات عنا بعد مادا بتحطيتها على حمام مائي والنار تكون قليلة والماما لازم ما يلحقش الكاسرونه باش هكذا تدوبنا وما تتحرقناش ومره على مره نقعد نخلطها يفضل نخلطها بملعقة خاشبية هكذا يكون احسن عندي هذا المول انا صراحة شوية كبير يعني يفضل هاد التحليه قاناجو شوكولات يجي قد ما يكون ليفيغين ولا اذا ما تقدوش ديرو هاد بتقدو تديرو ليفيغين تعجد قد ما يكونوا ليفيغين تاكم صغار قد ما راح تجي هايلا والمنظرتها حيجي رائع انا وجدرت هنا وبعد ما دوب شوكولات ندهني ملتاعي يعني طبقة اولى نحاول دايما نضغط على الاطراف في الوسط القاعدة تحمى ليش لان راح يدوب ويعاود يهبط هنا حطيتهم في التلاجة من بعد نعاود نرجع كيما قلت لكم نركز دايما على الاطراف الاطراف هما ليحياتونا قاعدة يعني ياتونا شكل مليح ولا القاعدة تجمد وحدها يعني تعطينا شكل رائع طريقة سهلة وفي متناول جميع وتقضي وتديرها بعد ما دوبت شوكولات بالحالي بخليتها حتى بردت شوية يعني ما نحطوهاش مباشرة حطيت حوالي 200 غنمتع شوكولات ونقعد نخلط بهذا الطريقة ملتحت للفوق حتى يجانس للخالط كيما قلت لكم شوكولات ما لازمش تكون سخونة بزاف باش هكذا لشنطيه تعنا ما تهبتش راني نحاول نقص في الهداء كان واحد المتتابعة قتلني لا لم تهديش بزاف خلينا نفهمه نتمنى ان شاء الله ما تزعفوش عليها تقولوا لي وعليش ما هدرتش انا ايا بعد ما خلتها ملح ملح جبت هذا الكيس الحلواني تاسي ليكون نصحكم تشروه رائع جدا خصوصا هكذا الليموس او كيما هكذا قانج وشوكولات او يعني الكرام باتيسير يجي هايل ويتخسل تمتم نحط كامل نحط كمية القانج اللي انا حبيتها انا حبيتهم يجو شوية عالين باش يجي شكل بتاحهم رائع وكي نقدمهم يجي يعني شباب كما قلت لكم تقدو تتحصلوا على كمية كتر من هذه يعني انا هذه الحبة مستحيل حد تقضي تاكلها وحدك لازم ديمن تقسميها يفضل يكون كمية صغيرة يكون احسن تزين بسط جدا درت شوية شوكولات لم أعجبني شكل انا درت شوية ورد مجففة ويتباح في الاسواق ودرت هنا نقطة نقطة شوكولات يعني لكم الاختيار تحبو تخلوها غير هكذا بالورد ولا تحبو تضغي نقطة شوكولات ولا تحبو تزينو كما زينو نغلق عليها اهم شي ونضعها في التلاجة حتى تبرت حوالي 10 دقائق لم يكن لدي الوقت كنت ملع شاكدك خليتها 10 دقائق فقط وشوفو شكلتها كيف يجب يعني صدقوني قدامكم شوفوا واحد المنظر والرائحة رائعة هيلا ويعني استعملت شوكولاتة تزاير مرشي من النوع الجيد هذا هو الشكلتها والطريقة باش نجبدوها مليمون شوفوا دايما نجبدوها من الأطراف وغير بالهقل بالسياسة من بعد نجبدوها من تحتها هكذا باش ما يتكسر الناش هذا هو الشكلتها صدقوني هدي مرة كون دايرة عردة هكذا وقدرتها لهم ولا غير حسبت لهم هدول كيسات يعني كي بدو يأكلوا تخلعوا وقدو يضحكوا عليها وقدرت حشيتها كامل بليف خاز والبانان وباش حطتها دلقانة نشوف شوكولات يعني جال شكلتها رائع جدا والبناء كيما قلت لكم تجربوها وشوفوا الطريقة تزين باسد حطيت هكذا يعني كم انا درت تزين من فوقها بالورد كان عندي ورد هدا موجفق قلت تنزين به وكيما قلت لكم نتحب تحشيها لداخل بالفاكه تقدر تحشيها وتحط هدا القاناج من فوق دوك نشوفوا الشكل التحاكيفة شيجي هي تشبه لاموسو شوكولات ولكن مشي لاموسو شوكولات هدا قاناج و شوكولات نتمنى الوصفة على اليوم تكون عجبتكم ما تنسوش لا عجبتكم معليكم ما تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لياسي لكم كل جديد وحبيت دايما نقول لكم باللي نحبكم ومرحبة يعني بالمشتركين الجدد والقدم دايما على عيني وعلى راسي بقاو على خير وتهلا في روحتيكم والفيديو لاحق ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة